السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء متابعي قناة بطاعة عربية. اسعد الله اوقتكم بكل الخير. معكم مصر عمر حفني. وفي حلقة النهاردة بنحل امتحان محافظة الشرقية من كتاب الامتحان وكتاب الاضواء عشرين تلاتة وعشرين. نبدأ مع بعض باول سؤال في الامتحان التعبير. بيجينا سؤال التعبير اجباري اللي هو التعبير الوظيفي. وجايلهم هنا برقية. والتعبير الابداعي موضوعين بنختار منهم واحد. البرقية على طول ارسم شكل البرقية اكتب المرسل اليه وعنوانه وتحت المرسل وعنوانه. مهم طبعا الشكل. وهنا بيقولك برقية تهنئة على تفوقه في المجال الرياضي. قل له اهنئك لفوزك في مجال الرياضي. خلص خط الدرجة. وفي موضوع التعبير اختاري الموضوع اللي تقدر تكتب فيه اكتر. الموضوع الاول بيتكلم عن الصحة والموضوع التاني بيتكلم عن الانشطة المدرسية. اختاري الموضوع اللي بس قسم الموضوع لافكار هات مقدمة معرفتش تجيب راس الموضوع تاني ابدأ اتكلم عن الافكار استشهد باية او بحديث او بتشعر اختم بنصيحة او بحكمة ناخد الدرجة الكاملة ان شاء الله السؤال اللي بعد كده بقى القراءة تلات اسئلة سؤال من الدروس وسؤال من القصة وسؤال قراءة متحرر للمحتوى من موضوع الحياة دقائق وثواني ان انا لابد ان نؤمن بحقيقة مؤداها ان قليلا من الزمن يخصص كل يوم الانجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها افضل مما نظن وارقى مما نتخيل تخيل الاجابة الصحيحة المراد من مؤداها حقيقة مضمونها هدفها مضمون مضمونها مضاد انجاز ينجز يعني يتم وعكسها يفشل اجاز اقلال ابقاء اخفاق اخفاق يعني فشل السؤال اللي بعد كده باق صح او خطأ مش عايز تصويبه ان تفكر الانسان ساعة خير من قيام ليلة ايوه وقلنا كده في الدرس صح غزب الفضاء نتيجة مباشرة لنظرية نيوتن ايوه طبعا صح ان تطبيقات نظرية الجاذبية الارضية جعلت الانسان يتخطى حاجز الفضاء طيب وضح بما يوحي قول الكاتب يغير مجرى الحياة بيوحي بايه ايوه التعبير ده بيوحي باهمية التفكر والتأمل وبنتيجة واثر التأمل واستغلال الوقت فيما ينفع ويفيد واثره القوي في حياة الناس ده قد يغير مجرى الحياة السؤال اللي بعد كده من القصة من قصة محجارية صحة او خاطئ مش عايز تصويب استطاع لويس ان يستولي على مدينة فارسكور بعد استسلام لا ما استسلموش ده بعد منقومة عبارة خاطئة با في رأيي شجر الضر تكريم السلطان بعد وفاته يكون عن طريق البكاء والحزن قلت لهم لا تستسلموا اكيد لا اعملوا حداد لا قلت لهم تكريم السلطان يكون في جهاد الاعداء بقوة جيم كان السلطان نجم الدين نموزجا طيبا للحاكم المسؤول عن رعياتي وضح ذلك ايوه احنا عرفنا ان السلطان نجم الدين اجتهد في اصلاح البلاد ورد المظالم وتثبيت قواعد المملكة وتعمير ما افسده العادل وحشيته لكنها هذه السيادة الرشيدة لم ترق في اعلم الحاقدين وعملوا على هدمها السؤال اللي بعد كده بقى القراءة متخررات المحتوى نقرأ برضو القطعة كويس جدا تتابعت المحن والاوبئة وتعرض الناس لكثير من الامراض وقد راقني قبل احد الاطباء لو انتشر فيروس قاتل في العالم فستنقسم الامم الى فئتين فئة تملك ادوات المعرفة وتعمل جاهدة لاكتشاف العلاج وفئة تنتظر مصيرها المحتوم ولقد اسهم العلماء المسلمون قديما في اكتشافه على الكثير من الامراض مثل ابي بكر الراز الذي شرح في كتابه الحاوي تفصيل مرض الجزام وقدم ابن سين نصائح للوقاية من مرض الطعون وتوصل الى ان جميع الامراض المعدية تكون بواسطة كائنات دقيقة والعزل هو الوقاية من خطرها تخير مراضف راقني راقني يعني اعجبني افجعني ازهلني افزعني لا مضاد اسهمة اسهمة يعني بيشارك عكسها هينفرد انفرضة صح او خطأ ومش عايز تصويب واحد كتابي الحاوي ذكر في ابن سينة نصائح للوقاية من مرض الطعون هنا في القطعة هو بيقول لنا مثل ابي بكر الرازي الذي شرح في كتابه الحاوي يبقى كتاب الحاوي بتاع مين بتاعه الرازي مش بتاعه ابن سين ده عبارة خاطئة اتنين شارك العلماء المسلمون قديما في اكتشاف مرض الجزام ايوة طبعا عبارة صحيحة موجودة في القطعة ابو بكر الرازي شرح في كتابه الحاوي تفصيل مرض الجزام جيم ورد بالفقرة فئتان من الناس ايهما افضل ولماذا وقفن الفئتان فئة تملك ادوات المعرفة وتعمل جاهدة لاكتشاف العلاق وفئة تنتظر مصيرها المحتوم ايهما افضل طبعا الفئة التي تمتلك ادوات المعرفة ولماذا لانها تهتم بالعلم وتؤمن بالله وتؤمن بالاخذ بالاسباب السؤال اللي بعد كده النصوص بيجي لنا ثلاث نصوص النص الاول اجباري القرآن او الحديث ورسالة الى ابني بس هو ملغي والنصوص الاختياري النصوص الشعرية بيجي لنا نصين بنختار منهم واحد رسالة الى ابني ملغي في عشرين تلاتة وعشرين نجاوب بقى على النصوص الاختياري من نص خلال كريمة فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الاخلاق تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين مراضف خليقة فاذا رزقت ايه خليقة يعني صفة يعني خلق مخلوق خلق خلق اه خليقة هنا خلق لو ربنا رزقك بخلق طيب خليقة محمودة فقد اصطفاك مضاد مكارم مكارم يعني محاسن لا دي المعنى هو عايز المضاد يبقى مكارم عكسها مساوي با اكمل ميالي علاقة لو ربنا رزقك بصفة طيبة بخليقة محمودة ايه نتيجة فقد اصطفاك مقسم الارزاق يبقى علاقتها على طول نتيجة للاب لها حظوظ الناس في الحياة يا اما اخلاق او المال او العلم جيم لا نفعل العلم ما لم يتزين صاحبه بالاخلاق الكريمة اكتب من النص البيت الذي يعبر عن هذا المعنى طبعا لا نفعل العلم ما لم يتزين صاحبه احنا عارفين طبعا البيت اللي بيقول ما لم يتوج صاحبه ايه بخلاق يبقى نقوله لا تحسب ان العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق دال وضح التصوير فيه فاذا رزقت ده مبني المجهول للعلم بالفاعل رزقت خليقة يبقى هنا تعبير جميل بيشبه الخليقة بهدية يمنحها الله لمن يشاء خليقة محمودة وصفها بانها محمودة ليميزها عن باقي الصفات السؤال التاني من نص الاختياري من نص حب الوطن الشاعر بيقول ومن يظلم الاوطان او ينص حقها تجئه فنون الحادثات بازلامي وما يرفع الاوطان الا رجالوها وهل يترقى الناس الا بسلمي لا يبقى هنا اسلوب استفهام غرض النافي السؤال الاول على النص الف تخير الاجابة الصحيحة مراضف فنون تجئه فنون الحادثات يعني انواع المصائب مضاد يترق يترقى يعني يصعد يبع عكسها يتنازل يتخلى يتراجع يهبط او يترقى يصعد يبع عكسها يهبط اكمل علاقة تجئه فنون الحادثات ومن يظلم الاوطان النتيجة هتجيله المصائب يبقى على قطب اللي قبلها نتيجة غرض الاستفهام في البيت التاني وهل يترقى الناس الا بسلمي لا اجابتنا لا يبقى الغرض هنا النفي طالما الاجابة لا يبقى النفي من لا يعترف بفضل الوطن ينحدر لمنزلة الحيوان ده مش هيبقى حيوان ده هيبقى اقل من الحيوان اكتب من النص عالفين طبعا البيت ومنطق به دار فيجحت بفضلها يكن حيوانا فوقه كله اعجمي دال وضح التصوير الجمال فيه يظلم الاوطان هو انا ينفع اظلم الوطن ولا بشبهه بانسان اظلمه بس خلاص قوله يشبه الوطن بشخص يظلم السؤال اللي بعد كده النحو القطعة بتقول اللغة العربية اللغة مبتدأ اللغة العربية نعت ما لها اللغة العربية امانة امانة دي الخبر في عواتق بصيغة منتهى الجموع جمع عاطق في عواتق بتاعة الناتقين دي مضاف اليه يبقى الناتقين هنعرفها مضاف اليه مجرروا علامة جرليا لانه جمع مذكر سالم عواتق الناتقين بها والحفاظ عليها الحفاظ مبتدأ مسئوليتهم دي الخبر وهي التراث مبتدأ وخبر وهي التراث والهوية ومقياس مقياس دي اسمه على وزن المفعال ومقياس القوة ومبعث مبعث على وزن مفعل اللغة العربية دي مكان الفخر مبعث الفخر يبقى اسم مكان ومبعث فخر تمنح ليه منحة بتنصب مفعولين تمنح الفاعل هي مثقفين مثقفي نون محزوفة مفعول به اول مثقف العرب اللي عزتها مفعول به تاني فنعمة اسلوب مدح نعمة الفعل ولغة انا مش عارف دي الفعل ولا تمييز طب اجيب كده الفعل والفعل والمخصوص عندنا نعمة الفعل فين المخصوص انا بمدح ايه نعمة لغة اللغة العربية دي المخصوص طالما كلمة واحدة يبقى على طول تمييز احنا عارفنا من الترم الاول طالما الفعل والمخصوص وكلمة واحدة يبقى دي تمييز نعمة لغة انما لو كلمتين لو قال نعمة لغة البشر او نعمة لغة البلد هتكون فاعلة هتكون نكرة مضافة. يبقى لغة دي تمييز. هعربها تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. فنعمة لغة اللغة العربية. فهي ثروة. ابتدأ وخبر. فهي ثروة. اغنت هي المعرفة اغنت المعرفة مفعول به. المعرفة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. المعرفة الانسانية نعت. عبر العصور. وهي قادرة. وابتدأ وخبر. خلي بالك من قادر. دي اسم فاعل من قادرة. قادرة قادرة. وهي قادرة على استعاب الانجازات الحضارية. في الفروع المختلفة. مختلف. مختلف. مختلف دي اسم فاعل. من الفعل غيره السلاسي اختلفة. اختلفة. مختلفة. وتمتاز فاعل. اي فعل عارفه فاعل? فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. وتمتاز هي بفطرياتها وحيوياتها. خلاص اعربنا. نستخرج يلا اسم فاعل من فعل غير سلاسي. وبين فعله. يعني ما تروحش عندي قادرة. لان ده من السلاسي. من غير السلاسي يقول له مختلف. مختلفة. ومن الفعل ايه اختلفة. اسم مفعول. ادور حاجة على وزن مفعول. اهي مثقفين. لهي مثقف. ودي اسم مفعول من الفعل غير السلاسي. الماضي ايه? ثقفة. نبنيها للمجهول تبقى ثقفة. ثقفة يثقف مثقف. يبقى هنا اسم المفعول كلمة مثقفين. ونعربه بتمنح قلنا مفعول به. مثقفين مفعول بيه منصوبه علامة نصب اليال. لانه جامع مذكر سالم. والنون محزوف للاضافة. كانت مسقفين العرب. حزفنا النون لان في العرب دي مضافة ليه? اسم المكان قلنا مبعث على وزن مفعل. طب خليه زمان? اقول له مثلا الربيع مبعث الازهار. ومبعث دي اسم المكان. اسم الالة قلنا مقياس من الفعل قاسة. مقياس على وزن مفعال من قاسة. وده وزن قديم. مفعال ومفعل ومفعلة. لو زين الاديمة. كلمة قادرة في الفكرة. احنا قلنا اسم فاعل. من قادرة من السلاسي. كن معطاء صغة مبالغة. متواضع. فاطن. فاطن صغة مبالغة. مغلاق مفعال صغة مبالغة. كل ما يلي صيغ مبالغة معدى? متواضع طبعا. لان متواضع متواضع دي اسم فاعل. اسم فاعل من الفعل غير السلاسي تواضع. ده الاجب بما هو مطلوب بين القوساني في ما يلي. يكرم. صغ من الفعل اسم تفضيل. الماضي ايه? الماضي اكرامة. ده غير سلاسي. يبقى اجيب الاول اسم تفضيل مستوفر الشروط او الاكثر. واجيب المصدر المفعل المطلق اكرامة اكرام. يبقى قول مسلا اكثر اكراما وحطها في اي جملة. او للمصري اكثر اكراما للسائحين. اي جملة هتاخد درجة كاملة. الطالب الافضل متفوق. ابدأ الجملة بالطالبة. المؤنس بتاع الافضل الفضلة الاعلى العليا. هنا الافضل خلى الفضلة. وللطالبة الفضل. الطالبة الفضلة متفوقتن. نكشف عن كلمة العزة الماضي عزاء. ونفكك الحرف المشدد ده يبقى في مادة عين زي زي. والسؤال اللي بعد كده الخط خلي بالك برضو الفارق ما بين خط النسخ وخط الرقعة علشان نضمن درجات الخط. والاملة. بعد ما بنكتبها بنقرأها مرة تانية. علشان تتأكد ان انت كتبها صح. بتمنى لكم التوفيق. لايك للفيديو. شاري الفيديو لصحابك عشان يستفادوا. شكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.